شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التجاوب مع الجود المشتركة المصرية الأمريكية القطرية الرامية للتوصل لاتفاق لوقف الحرب بقطاع غزة بشكل فوري وتبادل الأسرى والمحتجزين لما يسمح بتعزيز مسار التهديئة والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق أول شارلز براون رئيسية الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أضافة إلى السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الأولايات المتحدة بالقاهرة وعشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن لقاء ركز على تطورات الجاريات في منطقة الشرق الأوسط حيث أكد الرئيس السيسي أن الوضع الإقليمي الراهن يتطلب وقفة حاسمة من المجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة لبذل كافة المساعي وتكثيف الضغوط لنزع فتيل التوتر ووقف حالة التصعيد التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل محذرا في هذا الصدد من مخاطر فتح جبهة جديدة في لبنان ومؤكدا على ضرورة صوني استقرار لبنان وسيادته ونوها الرئيس السيسي في هذا السياق إلى صعوبة الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بالقطاع وما تفرضه من ضرورة وقف الحرب فورا لإصال ما تحتاجه غزة من كميات هائلة من المساعدات الإغاثية والصحية كما أكد ضرورة تضافر الجهود الدولية نحو إطلاق مصار سياسي شامل يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين كأساس للاستقرار الإقليمي المستدام وأضف متحدث الرئاسة أن لقاء شهد تأكيد عمق الشركة الاستراتيجية التي تجمع ما بين مصر والولايات المتحدة وما تشهده العلاقات ما بين الدولتين من تعاون وتنسيق مستمر في مختلف المجالات على رأسها المجالات الأمنية والعسكرية حيث أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في هذا السياق تقدير بلاده لدور مصر المحورية داعم للاستقرار والأمن والسلام ومهاربا عن تطلع لمواصلة دفع العمل المشترك في مجالات التعاون العسكري إلى أفاق أوسع بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار السلمة بمنطقة الشرق الأوسط